احتفلت الجامعة الأمريكية في مادبا بتخريج الفوج العاشر من طلبتها برعاية الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القدس للاتين وبحضور أهل الخريجين وذلك على مسرح القصر الثقافي في مدينة الحسين الرياضية بعمان وهنأ غبطته الخريجين بهذه المناسبة معبرا عن فخره بالطلبة الذين سعوا واجتهدوا للوصول إلى مراحل متقدمة في العلم والمعرفة مشيدا في التقدم الذي تحققه الجامعة الأمريكية على كافة الصعود وفي شتى المجالات وبدوره اتمنى الأب الدكتور جهاد شويحات النائب البطرييركي للاتين في الأردن دوام البركة على طلبة الخريجين لافتا إلى دور المميز الذي تلعبه الجامعة في تقدم ورفعة الوطن شارك في حفل التخريج نخبة من أشخصيات الأكاديمية والمجتمعية وسفير الفاتيكان لدى البلاط الهاشمي جيوفاني دالتوزو وعدد من سفراء الدول العربية والصديقة والكهنة ورجال الدين